أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات لليوم الثاني على التوالي وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم الاستعداد الجيد لانتخابات مجلس الشيوخ من جميع الجهات المعنية بهذه العملية الانتخابية سواء الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارات والحقيقة كان هناك دور محدد وتشاركي بين كل الجهات وتم تحديد لاحتياجات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتم عرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتوفرها على الفور وشدد الوزير على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن وكذلك الوحدات المحلية بالمحافظات وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة ترجمة نانسي قنقر